واصل تدايات العيادات الخارجية في القطيف تقديم خدماتها للمرضى في ظل الإجراءات الاحترازية منعا لانتشار كورونا وللوقوف أيضا على تلك الخدمات ينضم إلينا مراسل الإخبارية محمد الحمادي لطنعنا على الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا صباح الخير محمد محمد يعني أطلعنا على الإجراءات الاحترازية وأيضا ما تقوم به هذه العيادات بالفعل نحن الآن في مستشفى القطيف المركزي نعم مستشفى القطيف المركزي بالتأكيد يقدم خدمات كبيرة جدا لأهالي محافظة القطيف وهناك العيادات الخارجية بالتأكيد وهناك أيضا المصابين بفيروس كورونا هناك طابق كامل تقدم لهم الخدمات المختلفة والعلاجات بكوادر صحية مؤهلة للتعامل مع هذه الحالات نحن نتحدث أكثر عن العيادات الخارجية وما تقدمه من خدمات كبيرة جدا وجهود أيضا احترازية لمنع انتشار وتفشي فيروس كورونا سيكون معي الأستاذ بدر الأمرد وهو مدير العيادات الخارجية في مستشفى القطيف المركزي ليحدثنا أكثر عن هذه الجهود سيد بدر تفضل لو تحدثنا عن أبرز ما يقدمه مستشفى القطيف المركزي وتحديدا العيادات الخارجية في ظل هذه الأزمة يعني ما هي الإجراءات الاحترازية التي تقومون بها نعم بسم الله الرحمن الرحيم طبعا المستشفى مستمر بخدماته يحاول بحيث أن موضوع الحاجر ما يأثر على المرضى فنقدم إجراءات احترازية لدخول المرضى مثلها تسكير بعض الأبواب واقتصارها على الأبواب يكون فيها فرز بصري الداخلين في العيادات ومنها تقليل عدد اللي داخل العيادات يكون بره عشان كذا من ضمن الإجراءات فيه خيمة احترازية بره موجودة مكيفة ومجهزة بحيث أن يكون العدد اللي موجود داخل غير العدد اللي موجود بره بانتظام ولا يأثر ولا يسوي تزاحم يعني الآن لو الكاميرا تنتقل هذه الخيمة اللي وضعتموها مقابل العيادات الخارجية لو تحدثنا عن هدفها ما هو الهدف منه؟ يكون فيه مجموعة كبيرة عادة تنتجي للعيادة بهدف سيارة العيادة أو بهدف صرف الأدوية فإحنا ننظم عدد الدخول اللي موجودة جوا عشان ليس يتزاحم في إيصالة الانتظار نفسه ففيه مجموعة موجودة من رجال الأمن عند البوابة بيرتبع عن هذه العملية فبعضهم بينتظر بره لما نتخلص مجموعة جوا بتبدي الدخل المجموعة الثانية لداخل عشان تكمل إجراءات نعم من الخدمات أيضا اللي تقدم في هذا المستشفى الخط الساخن ليعمل على مدار 24 ساعة لو تحدثنا عن ما يقدمهم الخدمات للمجتمع بشكل عام؟ طبعا في ظل الظروف المتغيرة سريعا فإحنا شفنا أن الخط الساخن هو اللي ممكن يكون حلقة الوصل بين المستشفى وبين المراجعين فيقدم خط لخدمة 24 ساعة موجود يقدم لك الحلول والخدمات المدعومة في المستشفى كيف تحصل على العيالة كيف تحصل على الأدوية كيف تحصل على التصريح خروج ودخول إلى آخره جميل أخيرا أود أن أسألك هل العيادات الخارجية الآن تعمل بشكل كامل أم هناك خطة مختلفة لديكم؟ طبعا الخدمة مستمرة وتعمل بس بحدود ضيقة شوية يعني مثلا عندنا عيادات الأسنان لا تعمل عندنا عيادات التأهير والعلاج الطبيعي لا تعمل بعض التخصصات اللي تكون متقتصر على الحدوة زي العين مثلا أو كده حالات طارئة بس بعد أغلب العيادات موجودة وشغالها بشكل سليم الله يعطيكم العافية بالتوفي جميعا إن شاء الله إذن هذه ربما وامضات سريعة عن دور العيادات الخارجية في مستشفى القطيف المركز وبالتأكيد هو يقدم يعني خدمات كبيرة جدا وجهود من كوادر صحية مؤهلة وعالية المستوى وبإمكانها أن تتعامل مع كل الحالات بما فيها أيضا حالات الاشتباه بفيروس كورونا أو حالات الإصابة التي تتم معالجتها في هذا المستشفى عم شكرا جزيلا لك كنت معنا مراسل الأخبارية محمد الحمادي أعطيك العافية